ورجعنا لكم وسامعين وهكلمكم دلوقتي عن أفلامها تعرضها قناة الوسائقية أريب على شاشتها للاحتفاء بالذكرى الواحد وخمسين لنصر أكتوبر المجيد قطاع الانتاج الوسائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلن عن انتاج الفيلم الوسائقي أحمد اسماعيل وزير حربية النصر والله هيتم عرضه أريب على قناة الوسائقية الفيلم بيوثق حياة المشير أحمد اسماعيل من أول ميلاده ونشأته والتحاقه بالمدرسة الحربية في تلاتينيات القرن الماضي كمان بيوثق أدواره الوطنية المهمة في حروب كتيرة وأحداث كبيرة زي العدوان السلاسي وحرب الاستنزاف وترقيته لرئيس لهاي التدريب القوات المسلحة ثم رئيس لأركان حرب القوات المسلحة ثم مدير للمخابرات العامة هيوثق الفيلم برضو دوره الأبرز في نصر أكتوبر المجيد لما كان وزير للحربية وقائد عامل القوات المسلحة قناة الوثائقية هتعرض كمان فيلم اسمه إيلات واللي بيوثق تفاصيل إغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات في عملية كانت الأولى من نوعها في تاريخ البحرية العالمية والعملية دي أدت إلى تغيير كبير في الاستراتيجيات العسكرية الفيلم هيكشف اعترافات بعض قادة العدو وجنوده اللي نجوا من بينهم قائد المدمرة إيلات كمان بيوثق الفيلم العمليات اللي نفذتها قوات البحرية المصرية بعد كده للعدو الإسرائيلي في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر خلال حرب الاستنزاف واللي مهدت الطريق لنصر أكتوبر المجيد فيلم إيلات هيقدم شهادات من بعض أبطال الجيش المصري الحقيقيين ولشاركوا في الغارات على ميناء إيلات الإسرائيلي هيرصد ردود الفعل الداخلية في إسرائيل عن العمليات المصرية وحجم خسائر العدو الفيلم الثالث اللي هتعرضه القناة الوثائقية قريب اسمه دراما الناصر والفيلم ده بيوثق الأعمال الفنية اللي عبرت عن الحلقة الوطنية في حرب الاستنزاف لحد حرب 6 أكتوبر في سنة 73 سواء الأعمال الفنية على شاشات السانمة أو التلفزيون أو على خشبات المصر وكمان الأفلام التسجيلية اللي وثقت الأحداث دي فيلم دراما الناصر هيستعرض حكايات الأعمال الفنية دي على لسان بعض صناها وهيتناولها كمان من منظور فني وتاريخي واجتماعي هيشهد الفيلم ده حضور لافت لعدد من صناع أعمالها وكتابها وكمان عدد من النقاط الفنيين في سلسلة كمان هتعرضها قناة الوثائقية قريب بعنوان وثائق العبور السلسلة الوثائقية دي هتعرض عدد من الوثائق العسكرية الرسمية المهمة اللي أفرجت عنها وزارة الدفاع المصرية مؤخرا لأول مرة بعد مرور أكتر من خمسين سنة على ناصر أكتوبر الوثائق دي بتشمل تفاصيل مهمة بتتعلق ببعض الخطط والأحداث اللي شهدتها الحرب الحرب طبعا شهدت أحداث كتيرة جدا زي وثيقة الخطة جرانيت وكانت لعبور قناة السويس وخطة الخداع الاستراتيجي وتصفية صغرة الديفرسوار وقرارات وقف إطلاق النار القناة هتعرض سلسلة وثائقية تانية بعنوان أنا حربت إسرائيل بتوسق شهادات حصرية هتتزعل أول مرة العدد من أبطال الجيش المصري من اللي شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة ويها ترصد كمان الشهادات دي اللي اتصورت في مختلف محافظات مصر ومدنها وقراها مجموعة من البطولات العسكرية الخالدة هيرويها أصحابها كمان هيبقى في حكايات عن أبرز المعارك وعن أبرز العمليات اللي شهدتها الحرب